بظروف صحية وأمنية غير معتادة تستقبل النجف الزيارة الأربعينية هذا العام فأكثر من أربعة آلاف موكب فتحت سرادقها أمام الزائرين على الطريق الواصل لكربلاء حيث تشهد النجف في هذا التوقيت الخطوات الأولى من هذه الزيارة للخدمة الحسينية مع أربعة آلاف موكب خدمي من الأقضية والنواحي والمحافظات والدول الإسلامية على طريق من ناحية القادسية إلى كربلاء المقدسة يكون توزيع الأكل يكون من الموعون السفري وكلاس الماء هذا المعقم وتعفير المكان كل يوم أو كل يومين تعفير المكان وبسبب ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الزائرون السائرون على الأقدام للمضي في طريقهم لكربلاء عصرا وبعد مغيب الشمس فيستقبلهم أصحاب المواكب بإجراءات صحية وصفوها بالاستثنائية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا نجي نتهيئ من بداية محرم نشتغل الماء الكهربائيات النواقص اللي عدنا وكأن ما عدنا هي المناسبة أليم وحزينة بس عدنا فرح بيها نستقبل بيها زائر نخدم الزوار احنا نسمى خدمة زوار أبا عبد الله الخدمات كلها سفري شاي بالسفري الأكل بالسفري التعقيمات يومية كمامات يعني جازة ومن المتوقع أن تشهد النجف خلال الأيام القليلة القادمة زيادة كبيرة في أعداد الزائرين الوافدين لها ما يشكل تحديا مضاعفا أمام الجهات الأمنية والصحية من النجف محمد رزاق التغيير